أبونا توجد آية نصليها في الصلاة الربانية لا تدخلنا في تجربة وتوجد آية تقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة فكيف نفرح في التجارب ونحن نصلي ونقول لا تدخلنا في تجربة مهم جدا أننا نوفق بين الآيتين التجارب أنواع في تجارب بمعنى ضيقات الضيقات والآلام ودي لو مرت بالإنسان وقابلها بشكر ده لها بركات كتيرة وفيها فرح وده اللي بيقول عنها القديس يعقوب احسبوه كل فرح وفيه تجارب بمعنى تجربة الوقوع في الخطيئة يعني يوسف الصديق اتحط في تجربة جديدة جدا أن امرأة سيده كانت تراوده يوما في يوما عشان يسقط في الخطيئة فمثل هذه الخطايا خطايا شهوة خطايا شك في الإيمان خطايا هرتقة خطايا إنكر وجود الله دي كلها تجارب صعبة تجارب صعبة فبنقول ربنا عنها يا رب لا تدخلنا في هذه التجارب أما التجارب بمعنى ضيقات فدي ليها بركة فإذا ربنا سمح بيها بيبقى ربنا عايز يديك بركة عايز يديك بركة وأحياناً الكتاب يقول كل واحد يجرب إذا نجذب ونخدع من شهوته يعني واحد يحط نفسه في النار في وسط مش كويس فيقع في الخطيئة ممكن في خطايا شهوة خطايا نظرات وحشة خطايا كلام مش حلو وبعدين يقول ما عليش نوقعت في تجربة صعبة هو وقع نفسه في التجربة الصعبة فإحنا لما بنقول لا تدخلنا في التجربة يعني يا رب ما تسمعش إلينا بتجربة تبعدنا عنك توقعنا في الخطيئة أما الضيقات بخلي بالكم إن إحنا بنشوف ربنا دايماً في الضيقة يعني في ضيقة القديس يوحانا الحبيب شاف باب السماء المفتوح وشاف الرؤية الجميلة اللي هي متكونة من سبع رؤى وشاف الله جالس على العرش وشاف تعزيات التالت فتية الإديسين وأما في أتون النار كانت تجربة صعبة عليهم لكن شافوا فيها ربنا التلاتة بقوا مربع في وسطهم الله أو الإله المتجسد ففي التجارب والضيقات بنشوف ربنا ومش لازم نراه بعيون الجسد لا نحس بوجوده معنا يعني دانيال لما تحط في جب الأسود حس بوجود ربنا لما الملك قال له أحي بعد أنت يا دانيال قال له إيه قال رب أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود ونجاني ففيه فرق بين ديقات بمعنى آلام وفيه فرق بين ديقات بمعنى السقوط في الخطيئة أو التجارب اللي نحن نوقع نفسنا فيها أحيانا نوقع نفسنا فيها أحيانا السيطان برضو بيحاربنا بيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر